يقع في ثلاثين صفحة هو السادس من نوعه منذ تشرين الأول عام 2019 يبحث في الانتهاكات المرتكبة بحق المتظاهرين والناشطين ويوجه رسالة تحذير واضحة إياكم واستمرار حالة الإفلات من العقاب أصدرت بعثة الأمم المتحدة ينامي تقريراً موسعاً يركز على الخطوات المتخذة من قبل السلطات العراقية في ملف الجرائم التي ارتكبتها عناصر مسلحة ويمكن تلخيص أبرز ما جاء في التقرير على النحو التالي خلال الفترة الزمنية الواقعة من بداية انتفاضة تشرين وحتى الخامس عشر من أيار الحالي وثقت البعثة ثمان واربعين محاولة أو حادثة اغتيال لمحتجين وناشطين معظم الحوادث كانت عبارة عن إطلاق نار يقوم به مسلحون مجهولون وحصيلة هذه الجرائم بحسب التقرير استشهاد ما لا يقل عن اثنين وثلاثين شخصاً وإصابة واحد وعشرين آخرين في وقت لا يزال فيه عشرون متظاهراً ممن اختطفهم مسلحون بعداد المفقودين أما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العراقية لضمان القصاص من جنات فهذه أبرز المآخذ التي رصدها تقرير يونامي هناك نقص في المساءلة ولم يتم الكشف عن هوية القتل علناً العديد من القضايا لم تتخذ إجراءات قضائية بشأنها لأنها تنسب لجنات مجهولين كما أن هناك شح بعدد القضايا المحالة للمحاكمة غياب الإجراءات الفعالة لمنع الهجمات العنيفة المتوقعة والتدخل في الاعتداءات الجارية وتحديد مصير وأماكن وجود المختطفين والمفقودين البيئة السياسية والأمنية قد تكون هي العائق في محاسبة الجنات وإنصاف الضحايا وذويهم هذه المآخذ دفعت بعثة يونامي إلى تقديم جملة توصيات للسلطات العراقية أبرزها التجديد على نزع سلاح الجماعات التي تعمل خارج سيطرة الدولة فضلاً على التحذير من مغبة الغياب المستمرة للمساءلة غياب يساهم في تكرار الجرائم واستمرار مناخ الخوف والترهيب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة